اشتركوا في القناة الاهل وبلدية المحلة بالامس واللي انتهت بفوز كبير وعريض لابناء القلع الحمراء بخمس اهداف مقابل هدف لصالح البلدية مشاركة متميزة للوافد الفلسطيني الجديد المهاجم مسام ابو علي تفاصيل كتيرة بخصوص هذه المباراة عندنا استعدادات كمان لمباراة الاهل وينجا افريكانز اللي هتقام ان شاء الله بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في ختام مباراة المجموعة الرابعة مباراة الصدارة مباراة الاهل بالتأكيد خلاص حسن تأهل للدور ربع النهائي ولكن المباراة بنسبة كبيرة هتؤكد ترتيب المجموعة الاهل متصدر ام لقدر الله ممكن يكون وصيف الفرق المرشحة اللي ممكن تواجه الاهل في الدور ربع النهائي توقيت مباراة الدور ربع النهائي كواليس وتفاصيل كثيرة متعلقة بالمباراة المحلية والافريقية كمان النهاردة عندي رقم مهم جدا هنتكلم عليه بخصوص توقيت استقناف الاهل لمباراته في الدول بعد ما الاهل استقناف مباراته في الدول الناس كلها بتاتت تتكلم اخيرا الاهل رجع يلعب تاني في الدول العام فيين الاهل من زمان كانوا اخذ اجازة طويلة طب النهاردة هنستعرض بالترتيب وبالارقام الاهلي من شهر 9 لغاية منتصف فبراير لعب كم مباراة بالمقارنة بالفرق اللي بتلعب مع الاهل بطولات افريقية عشان نغمة فكرة الاهلي بتأجله كتير النهاردة يبقى عندنا فيها رد رسمي بما ان الكلام بيبقى كتير قوي ولكن النهاردة ندي معلومة رقمية عشان للأسف الناس بتعتبر الموضوع ده سهل التحدث فيه ولكن مهم جدا نستعرضه بمعلومات رقمية عن مباراة الاهلي اللي تلعبت منذ بداية الموسم في شهر 9 اللي فات كمان النهاردة كانت فيه زيارة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيف في فرع النادي الآلي في الشيخ زايد بعض الامور المتعلقة بالمراحل الانشائية فرع الآلي في الشيخ زايد فيه خطوات قوية جدا بيتم التحضير لها عشان افتتاحات في الفترة اللي جاية كل ده بالتأكد هنستعرضه النهاردة في برنامج التريند ولكن عشان وقت الحلقة أبدأ معاكم بسؤال حلقة النهاردة وازعرف رأي حضراتكم في أداء الآلي في مباراة بلدية المحلة بالدوري رأيكم ايه في الأداء؟ وكمان أفضل لاعب ظهر في اللقاء يعني أعتقد يبقى فيه صعوبة في اختيار أفضل لاعب انباركت فيه مجموعة أهداف متميزة لاعبين شاركوا لأول مرة خاصة عمر كمال عبد الواحد تمركز أو تبديلات وتوافيق بيعملها الجهاز الفني في العديد من المراكز نتيجة وفرة موجودة في مراكز اللاعبين تحديدا في خط الدفاع في وسط الملعب فأعتقد السؤال هيبقى يعني الإجابة عليه صعبة شوية والاختيارات أكيد هتكون متعددة لكن شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراءكم على أدايا الآلي ومين أفضل لاعب ظهر فيه لقاء الأمس لكن نروح بسرعة لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي بدون راحة الفريق يبدأ الاستعداد لمواجهة يانجي أفريكان وفي الترند المحلي حسام حسن يستقر على 25 لعبا لمعسكر الإمارات وفي الترند العالمي غمود موقف صلاح من الانتقال للدور السعودي طيب بالتأكيد كلام مهم جدا متعلق بانتقال محمد صلاح للدور السعودي هل هيحصل؟ هل عبارة عن أخبار غير صحيحة؟ أعتقد في الأيام القادمة هتكشف عن الكثير هل ممكن صلاح ينتقل للدور الفرنسي؟ هل ممكن يكون عنده حظوظ في اللعب في الدور السعودي؟ هل رغبته ممكن يكون فيها تطورات جديدة في الفترة اللي جاية؟ ده بالتأكيد عن تابعه خلال الشهور الثلاثة المقبلة طيب نروح لإستعراض مباراة اليوم والنهاردة فيه جولة وحيدة بس من مباراة الدور الإيطالي الساعة 7 ساسولو هيستضيف نابولي وفي العاشرة إلا ربع انتر ميلا هيستضيف أتالانتا دي أبرز مباراة اليوم وبالتأكيد الدور الإيطالي في ختام مباراة الجولة الخمسة وعشرين من عمر ومنافسات السريع A في الدوري الإيطالي دي كانت أبرز التفاصيل نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نروح لأبرز الأخبار والكواليس ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد هنتكلم على مباراة الأمس بين الأهل وبلدية المحلة المباراة كانت ممتعة ممتعة كده بلغة الكورة بتتفرج على جمل تكتيكية بتتفرج على لمسات جمالية عارفين الممتعة في مباراة المباراة وحنا بنتفرج كده على الأهداف الهدف الأول والبصمة الأولى للمهاجم الفلسطيني وسام بو علي في مباراة الأهل والبلدية والهدف الأول في الدقاء الأولى من المباراة وتمريرة متميزة من رامي ربيعة مدافع الفريق بصوا على الأهداف جن وسام الجن التاني والكورة العرضية اللي اتعاملت من ريدا سليم دخل أفشا رجعت لكريم فؤاد وأحرز الهدف التاني بتسديده كده على طول فرستايم على يسار حارس بلدية المحلة ده الجن التاني تروح على الجن التالت لما تلاقي كمان تحرقات ريدا سليم اللي بيلعب سواء في اليمين أو في اليسار فكرة ان الجهاز الفني كمان بقى عنده مرونة في تغيير طريقة لا بص التمرير اللي عملها إمام عشور وضرب فيه خط الدفاع اللي كان عامل تقدم وكان بيلعب متقدم جدا أمام الأهل ودفاع متقدم أكيد دفع ده تمن وغالي كرة تمريرة طولية من إمام عشور راحت لريدا سليم بسرعته وراح على المربى ودي كمان بقى ركلة الجزاء لإمام عشور واللي سجلها وسام أبو علي في الشوت التاني وعشان يسجل الهدف الرابع لكن شوفوا تسديدة ريدا سليم شوفوا تحرقات وسام أبو علي شوفوا تمريرات إمام عشور اللي طولية وتمريرات راحت رابعة من الخلف خلف دفاعات فريق البلدية وتسديدة وسام كمان فركلة الجزاء لا لعيب لعيب كرة بيسدد بشكل كويس إن شاء الله البداية تكون جيدة مش عايزين نتكلم كتير برضو على التقلق والظهور بشكل جيد في البداية لسه المشوار طويل ولسه الموسم طويل ولكن بداية موفقة رأس الحربة أو المهاجم اللي بينضم جديد لأي فريق أهم حاجة عنده البداية ضربة البداية ثم الهدف الخامس من أنتوني مودست تمرير أولا أروع من محمد مجد أفشا عارف أنتوني مودست يقف على الكرة بشكل كويس جدا ويلعب بشكل كويس ويركن الكرة عشان يحرز الهدف الخامس الجميل في هدف مودست فرحة اللعبة معاه وفرحة وسام المهاجم الفلسطيني مبارح كمان بهدف أنتوني مودست العلاقة جيدة جدا ما بين كل اللعبة أهدف رائع جدا الأداء المميز اللي ظهر بالفريق مبارح إدانا يعني بصراحة جرع التفاؤل إن الأهل جاي بشكل كويس الأهل يخدوا بالكو يعني دي أول مباراة في الدوري بعد التسعين يوم نتيجة مشاركات تقرية ودولية وبالتالي فرقة لما بترجع على مشوار محلي بعد توقف طويل جدا نتيجة مشاركات كثيرة عديدة خارجية بتبقى الفرقة محتاجة وقت ولكن ضربة البداية موفقة الناس كلها كانت بتسأل فين الأهلي هو الأهلي فين من الدور العام عاد المارض الأحمر من جديد عشان يغرد منفردا بنتائج كبيرة يقدر من خلالها يتصدر الدوري مبكرا الأهلي على فكرة رغم أن عدد مبارياته أقل من كل الفرق سبع مباريات ولكن أعلى مهدل تهديفي لو قصت عدد المباريات بنقاط اللي أحرازها الأهلي تخطى نسبة الثمانين في المية من إحرازه للنقاط اللي كان بيشارك فيها في أول سبع مباريات في الدور العام فمع توالي المباريات الأهلي إن شاء الله هيبعد بعيد جدا عن أقرب المنافسين نقطة تانية مهمة في مباراة مباراة فكرة أنك تلعب بعمر كمال عبدالواحد باكليفت ما كان علي معلول وأنك في توقيت معين لو حبيت تغير في مركز المساك وتطلع منعم وتدخل عمر كمال في المساك ده مركز جديد تقدر يبقى لعب جوكر معك فكرة أنك تدفع بكريم ندفت في مركز 6 اللي بيلعب الأهلي فيه مع مروانة عطية أو حتى أقرم توفيق دي حاجة إيجابية أنك عندك لعب واثنين وثلاثة يقدروا يعملوا أكتر أو يلعبوا في أكتر من مركز كريم ندفت ممكن يلعب في مركز 8 على فكرة بس بيلعب في مركز 6 ليه يعملوا في مركز 6؟ لأن في مباراة ميدياما أداء كريم ندفت تبقى للتصرحات كولر كانت مفاجأة الراجل ما كانش متخاني ندفت بعد الفترة الطويلة دي من الغياب يظهر بهذا الشكل حتى لما غيره ويره عشان ما يتعرضش الإصابة لأنه كان عنده إجهات كبير جدا كان ممكن على فكرة رايحه في المباراة دي ولكن مع جاهزية كريم ندفت الراجل شايف أنه مكتهد محتاج أن يكفؤوا لازم يكون في التشكيلة الأساسية النقطة الثالثة كولر شايف أنه مفيش لعيب أساسي ومفيش لعيب احتياطي هنفضل نلعب على مدار الموسم بكل اللعيب المتاحة في التشكيلة الأساسية مفيش لعيب واخد مكانة أساسية طول الوقت أو على طول الخط لا الجهاز الفني اللي شايفه في مصلحة الفريق هيعمله يبدأ مرة بالسلية وممكن يبدأ مرة بأفش ممكن يبدأ بعمر كمال باكليفت وممكن يبدأ بعلي معلول ممكن يدفع برامر ربيع أو عبد المنعم في ظل غياب ياسر وممكن يبدأ بعمر كمال في مركز المساك ممكن ينزل أقرم توفيق مكان ندفت أو يلعب بأقرم مكان هاني ويدخل هاني في مركز المدافع ممكن يبدأ بوسام وممكن يخلي كهرباء جناح أيصر بصوا الخيارات الكتيرة دي بتدينا طمأنينة أن إن شاء الله بإذن الله الأهل في الفترة اللي جاية مقبل على مباريات كبيرة فيكون عند الجهاز الفني خيارات عديدة للتحضير للفترة اللي جاية والمباريات المقبلة طيب لو تبص على التغييرات الآلم بارح وانت بتستعرض ديكة البودلاء الحمد لله عندك تيم تاني عندك لعيبة موجودة على ديكة البودلاء تقدر تقول لعيبة ممكن تلعب بها ماتش يانجي أفريكنز أو مباراة دوري التمانية واللعيبة الأساسية ممكن تلعب احتياطية في الفترة اللي جاية يعني تبص على التغييرات نزل مودست ومكان وسام وأحرز هدف نزل علي معلول مكان منهم واخد جانب من المشاركة لأن الجهاز الفني كان عايز ريح منعم ولعب علي باكليفت ودخل عمر كمال بجوار رامي ربيعة لعب أكرم توفيق مكان محمد هاني ولو كان عايز ريح ندفت كان ممكن ينزل أكرم في مركز ستة لعب عمر السلية مكان إمام عشور عشان يشوف السنائية بتاعت السلية وقفشة مع بعض من أول ديئة سبعين التغييرات فيها أفقار لكولر في الفترة اللي جاية التغيير الأخير بنزول حسين الشحات ما كارين فؤاد لأن حسين يعني ياخد جرعة كده من المباراة حوالي 8 دقايق أو 10 دقايق عشان يبقى جاهز لماطش يانج أفريكانز وكارين كان بقاله كثير ما بيلعبش أساسي فبالتالي ريحه في آخر 10 دقايق التغييرات كلها مش باي لك ما فيش حاجة معمولة بالحظ كل حاجة متخططة بالديئة وبالثانية طبعا ما عندك خيارات عديدة تقدر تشتغل عليها جانب فني تاني مهم جدا فاكرين لما اتكلمت على كهربا وقلت لحضراتكم أنا أخدها في السياق بما أنها أتكلم على مباراة بلدية المحلة ايان امبارح في هدف إمام عشور وردة سلين تمريرة إمام وهدف ردة اللي تنلم ما احتفلوا بالهدف احتفلوا مع كهربا اللي كان موجود امبارح في المدرجات وكهربا كان حريصي أنه يكون موجود في الملعب امبارح عشان يوصل رسالة للناس أنه ما فيش مشكلة يطلع كولر كمان في المؤتمر الصحف ويؤكد عن نفس المعنى اللي احنا قلناه هنا في برنامج التريند أول امبارح وقلت للناس وقتها بلاش حد ينفق في النار ويعمل أزمة ما بين كولر ولعبت الأهلي وقلت تحديدا محمود قهربا وقلت قهربا لو مش موجود في المدرجات اللي جاية بيما فيهم حتى مبارات البلدية أو حتى لو موجود ومش أساسي دي ترجع لوجهة نظر فنية المرسي الكولر وناس كتيرة مستغربة من فكرة لوجهة نظر الفنية أنا مش بحضر التدريبات وحضراتكم أكيد يعني مش بيتطبعوا التدريبات ولكن من اللي موجود في التدريبات ومتابع جيد للعيبة وحالتها هو المدير الفني ليه أولويات دلوقتي وشايف أن قهربا لسه قدامه شوية وقت بعد التوقف اللي حصل وعدم مشاركته في كلاس الأمم محتاج وقت عشان يخش في المبارات الرسمية شايف أن وسام مهاجم فلسطيني جديد محتاج دفعة قوية ومسندق يدفع بيه عشان ما يخدش وقت على فكرة التأقلم عكس ما كان بيحصل قبل كده لما يكون بتجيب لعيب جديد أول حاجة تقولك إيه يقولك إيه أصبر عليه شوية على ما يتأقلم أصبر شوية عليه دي بتاخد لها 6 شهور وتبدأ الجماهير تزوم على اللعيب ده فتخسر صفقة ممكن تكون مفيدة فندي فرصة للجهاز الفني ما نسمعش وما نرميش ودنا لأي حد بيقول معلومة يا جماعة لأن الناس كتيرة بتكتهد مش بتتحرط دقة من المعلومات اللي بتتقال ولا لما قلت هنا أن ما فيش مشكلة ما بين كولر وكهرباء كانت معلومة مش وجهة نظر أو مش أمنية لا كانت معلومة وكولر في المؤتمر الصحفي أكد على كده وحضور كهرباء في المباراة أكد على نفس المعنى واحتفالات اللاعبين مع زملائهم يأكد على أن يقط اللبس الدنيا فيها كويسة مفيش فيها أزمة ومفيش فيها مشاكل وارد جدا تتعرض لمشاكل ولكن إزاي تتعامل مع هذه الضغوط عشان تقدر تتخطى المواقف الصعبة اللي أنت مقبل عليها كتير خلال الفترة اللي جاي ده جانب مباراة بلدية المحلة وجزئية قهرباء اللي كنت عايز أركز عليها لأن أنا قلتها أول مبارح وناس كتيرة كانت مستغربة لكن المباراة بأحداثها بتصرحات كولر أعتقد قفلت الملف ده مش هتكلم فيه تاني فكرة أن حد بقى يسأل طب إيه موضوع قهرباء يلعب إمتى فيه مشكلة خلاص الموضوع يتقفل بتصرحات كولر الموضوع قتل أبحثا وما تسمعوش لحد بيحاول ينفق في النار عشان يعمل بروباجندة عشان ممكن يتصدر تريند في الفترة اللي جاي النهاردة الفريق على طول استانف تدريباته والفريق بيستعد لمباراة مهمة جدا يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة أمام يانجي أفريكانز التنزاني الناس تقول لي ما خلاص الآلي تأهل لأ الآلي تأهل صحيح ولكن لسه فيه حسابات هنتكلم عليها بعد شوية ولكن قدامك وهو جانب من التدريب الصباحي اللي النهاردة الجهاز الفني كان حريصي أن يعمل مران بدني للمجموعة اللي مشاركتش فيه مباراة الأمس ويكون فيه مران استشفائي للمجموعة اللي شاركت فيه مباراة الأمس قدامنا هو قهرباء موجود في التدريبات موجود حسين الشحات علم علوك كل اللي موجودين في مباراة الأمبارة الأمبارة النهاردة كانوا موجودين حضروا المحاضرة كلهم بلا السسناء وجلسة هيمة بين خالد بيبو مع طاهر طاهر الأمبارة ممكن كان زعلان ده منطقي وطبيعي وإحنا نفرح أن اللعيب زعلانه ملعبش لأن اللعيب لو مش زعلان تقلق لكن اللعيب اللي يزعل أنه ملعبش تفرح ليه لأنه هو عايز يجتهد عايز يلا وعايز يكون أساسي وهي دي المنافسة اللي احنا بنحب نشوفها في تدريبات الآلة ومباراة الآلة تمرينة هيمة بين بيرس تاو وأنطوني مودست بيرس تاو مباراة على فجرة جماعة ملعبش وبييرس تاو كان من اللعيبة اللي ظهرت بشكل كويس جدا في مباراة ميدياما ولكن هو عايز يتدخر بيرس تاو بعد المجود الكبير اللعب به في مباراة ميدياما بعد العودة من كاس الأمم لمباراة يانجي أفريكانز رباية حراس المربا اللي الزنفالي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن أدوا تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس نهاردة تدريب كان صباحي بكرة تدريب مسائي الدخول في معسكر مغلق استعدادة لمواجهة يانجي أفريكانز بإذن الله يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة مطش صعب الناس تقول لي صعب إزاي لا صعب جدا لأن الأهلي بيتكلم على فكرة أن يتصدر المجموعة إزاي يتصدر المجموعة اللي قال لي حالياً 9 نقاط يانجي أفريكانز 8 نقاط تعادل مكسب تصدرت المجموعة بيتأول المجموعة وده ما حصلش أعتقد من 4-5 سنين من فترة والجماهير ممكن تقول لي يا سيدي ما تخلينا مركز تاني أو وصيف فيها فقل خير لما بنبقى تاني بنوصل فينال بناخد البطولة ماشي أوكي بس برضو الفرقة الكبيرة لما بتكون المجموعة متاحة لها أو ترتيب مباراة المجموعة أو الصدارة متاحة ليه ما تلعبش على الصدارة؟ تلعب على الصدارة لأن كمان ممكن تستفيد بأوبشن حلو جدا في القرعة أنك تلعب إيابة دور ربع النهاية على أرضك في المرحلة اللي هتتلاقف في نهاية شهر ثلاثة عموماً ماشي صعب الجهاز الفني هيركز فيه بشكل جيد جداً محتاج طبعاً يلعب المباراة بشكل إيجابي عشان يتصدر المجموعة لأن أنت لما تتصدر المجموعة الحسابات هتبقى غريبة شوية وطبعاً الحسابات مش هنقدر نتكلم فيها بشكل مؤكد دلوقتي لأن الفريق لسه هيلعب الجمعة ومش هيبقى عارف مين المركز في الفرق التانية يعني في مباراة كلها هتتلعب السبت الوحيد اللي يلعب الجمعة هو الأهل الأهل هو يانجي أفريكانز الجمعة الساعة ستة وفي نفس التوقيت بلوزداد وميديام ولكن دي مباراة تحصيل حاصل نتيجتها غير مؤثرة لكن المباراة المؤثرة اللي هنعرف ممكن يلعب مين فيها دي مباراة يوم السبت يعني مثلا عندك من المجموعة الأولى ما زينب وصندونز تأهله خلاص ولكن مطش السبت ما بينهم في بريتوريا يحدد من الأول ومن الثاني ده عشر نقط وده عشر نقط هتروح على المجموعة التانية أسك ميموزا تصدر المجموعة بشكل مؤكد فبالتالي أسك لو الأهل تصدر مش في طريقه بس هتستنى مباراة الوداد مع أسك وسيمبا مع جالكسي سيمبا لو كسب واحد سفر خلاص سيمبا تاني المجموعة والوداد أوت خرج الحظوظ اللي ممكن تخالي الوداد يتأهل إن سيمبا يتعادل على الأرضه في تنزانيا مع جالكسي أو يخسر وده يعني مش عايز أقول لكم مش صعبة مستحيلة ورغم إن القرى ما فاش مستحيل ولكن ده لو حصل هتبقى مفاجأة مدويا للوداد يتأهل بهذا السيناريو ولكن لو هنتكلم على الأقرب سيمبا مركز تاني لأن أسك تصدر المجموعة مجموعة الأهل وينجي أفريكانز ويوم الجمعة نعرف المتصدر تبقى لنتيجة المباراة وإن شاء الله الأهلي يبقى أول في مجموعة بترو أتليتكو أول بتسع نقاط الترجي تمن نقاط الهلال السوداني خمس نقاط النجم السحلي أربع نقاط خرج بترو أتليتكو يلعب على أرضه في أنجولا مع النجم لو بترو كسب أول زي أسك لو بترو تعادل هيبقى عشرة ولو الترجي كسب الهلال هيبقى أحداشر فالترجي يبقى أول طب لو الترجي تعادل مع الهلال هيبقى تسعة طب لو الهلال كسب الترجي الاتنين هيبقى تمنى وهنشوف المواجهات المباشرة بينهم وساعتها هيبقى بترو متصدر ففي النهاية كده عشان الحزبة متعملنش لغباطة شوية لغاية لما نشوف المباراة يوم السبت يوم السبت تبقى لي نتاج المجموعات لو الأهل بإذن الله تصدر طريقه تبقى لي المعاييل اللي ممكن نحطها إن مازينبي يخسر يخسر في بريتوريا كوكسف في أنجولا فيبقى أنت ممكن تلاعب مازينبي أو تلاعب الترجي أو تلاعب سيمبة لأن أسك خلاص أول أسك ضمن تأهله خلاص أول مجموعة بغض النظر عن نتيجة الوداد أو نتيجة سيمبة فأنت بتتكلم على خيار من التلاتة اللي أنت تصدرت يا مازينبي يا الترجي يا سيمبة الحزبة اللي محدش يتوقحها إيه هي إنه ممكن تلاقي ساندونز تاني إيه هي إزاي طيب ساندونز تاني إزاي يعني نطلع أول أليه ساندونز تاني إيه بعد ساندونز دلوقتي ساندونز على فكرة متعدل في النقاط مع مازينبي عشرة وعشرة ولكن في المباراة اللي تلاعبت في لومنباتشي في الكونغو الدموقراطية مازينبي كسب فلو المباراة انتهت بالتعادل في بريتوريا هيبقى 11 نقطة و11 نقطة بس من المتصدر وقتها مازينبي بفرق المواجهات المباشرة فدي الحالة الوحيدة لتخلي ساندونز تاني ساعتها لو الأهلي أول هيبقى ممكن ساندونز في طريق الأهلي زي سينبا أو الترجي عموما الجمعة والسبت فيه مباراة منصيرة ماتش الترجي والهلال ماتش مهم جدا هيبقى الساعة 9 وماتش ساندونز ومازينبي الساعة 3 العصر أكيد هيبقى فيه متابعة كبيرة تبقى لنتيجة الأهلي ويونج أفريكانز لو الأهلي أول المجموعة الأرع الأسبوع اللي جاي يقول لكم كده بشكل حصري معاد الأرع هتبقى إمتى وأول مباراة في دور التمانية هتكون يوم 30 أو 31 مارس المقبل ده الجانب المتعلق بمباراة يونج أفريكانز وكمان حصوص الأهلي في التأهل والمواجهات المتوقعة في الدور ربعنا وحكم المباراة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت حكم من بنين اللي كان أدار مباراة ساندونز والأهلي في بريتوريا الحكم لويس ديجندو اللي بالتأكيد ليه صوابق يعني صعبة جدا مع الأهلي تحديدا في لقاء دور السوبر الإفريقي يضرب الجزاء لبيرستاو وإنزار هنا يعني حكم عليه ملاحظات كثيرة جدا حاجة أخيرة قبل ما أطلع الفاصل وهي متعلقة بيه تعرفين النادي الأهلي بيشتغل على أكثر من محور مش الكرة بس ولا النشاط الرياضي بس ومنسبة النشاط الرياضي تعرفين الأحداث كتيرة في الأهلي الفترة الحالية لازم أبارك لأسرة النشاط الرياضي تحديدا فريق كرة الطائرة رجال وفريق كرة الطائرة سيدات فازوا على الزمالك أمس وأول أمس في لقاء السوبر هنيئا لقطاع كرة الطائرة لأسرة النشاط الرياضي لمجلس إدارة النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي على هذا الإنجاز الطيب على هذه النتائج المتميزة في الفترات الأخيرة الفوز في مباريات الطائرة تحقيق سوبر اليد على حساب الزمالك الانتصارات في كرة السلة الحمد لله طفرة كبيرة جدا في معظم الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية آخر سنتين ثلاثة طائرة وسلة ويد وكمان بنتكلم على الكرة في الفترات الأخيرة طيب بجانب النشاط الرياضي النهاردة